اشتركوا في القناة الثالثة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف العاشر والآن زي ما انتوا شايفين في عندي شرح لبعض نماذج الامتحانات النصفية على هذه الوحدات حنحل هذه النماذج وحننقشها مع بعض ولكن أولا بنصحكم انكم ترجعوا لشرح الوحدات وتدرسوا المادة قبل ما تطلعوا على حل النماذج أنا راح أحطي لكم الروابط تبعة الشرح في الوصف أسفل الفيديو أيضا روابط عشان تنزلوا هذه الامتحانات أو هذه النماذج راح أحطي لكم إياها في الوصف أسفل الفيديو بالإضافة لبعض الروابط اللي راح تفيدكم في الدراسة حتكون موجودة أيضا في الوصف أسفل الفيديو بتمنى قبل ما تبدوا في الفيديو أن تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات إذا أنتم مش مشتركين واشتشاركوا الفيديو مع جميع أصدقائكم وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان الفايدة يتعم الجميع والآن خلونا نبدأ في الشرح غالبا راح يكون السؤال الأول في الامتحان هو عبارة عن القطعة هنقرأ القطعة وحنجاوب على الأسئلة حل الأسئلة اللي موجودة تحت القطعة هي من القطعة مباشرة يعني بناخد الحل من القطعة مباشرة بدون ما نكون حفظينها ولكن إحنا لازم نكون درسين القطعة عارفين كل الكلمات اللي موجودة فيها وفهمينها أي كلمة صعبة لازم نكون عارفين معناها على أساس إنه لو إجاني سؤال أعرف كيف أطلع الجواب من داخل القطعة هذه القطعة إحنا شرحناها هي موجودة في الوحدة الثالثة في الكتاب فبتمنى إنكوا ترجعوا للشرح لأنه إحنا مش هنرجع نشرح القطعة هنحل الأسئلة مباشرة أنا راح أحطي لكم رابط الشريح في الوصف أسفل الفيديو نيجي الآن للأسئلة ماذا كانت هواية جو؟ يعني هواية جو كانت الدراجات لما صار عمره 14 سنة إيش كان بده؟ هو بشدة أراد الحصول على دراجة أكبر بادلي نيدد احتاج بشدة طبعا كلمة بادلي معناها بشكل سيء ولكن هانا بيجي معناها بشدة أين بحث جو على إطار لدراجته؟ يعني هو بحث عبر الإنترنت اللي حابب يتبع معنا في أجوبة الأسئلة يفتح الكتاب على القطع جو لم يستطع شراء جو لم يستطع شراء دراجة أكبر because his family didn't afford enough money because عائلته لم تكن تتحمل المال الكافي بسبب his dad had lost his job والده فقد وظيفته 2. Joe was thinking about turning his hobby into a real business جو كان يفكر أن يحول هوايته إلى عمل حقيقي a real business 3. it the underlined refers to كلمة it بتعود على نيجي نشوف it needed a new wheel طبعا it هنا بتعود على البايك اللي هي ال old bike i I'll be happy i عامين بتعود على جار جو اللي هو Mr. Wilson اللي أعطاه الدراجة الخربانة نيجي الآن نكمل في الأسئلة say whether the following are true or false جو turned two old bikes into a new one جو حول دراجتين قديمتين إلى واحدة جديدة طبعا الجملة صحيحة true it costed joe some money to repair Mr. Wilson's bike كلف جو بعض المال لإصلاح دراجة Mr. Wilson طبعا الإجابة خاطئة لأنه لقى الدراجة الثانية بلاش على الإنترنت بدون مصاري for free for pick up from the text هنختار من القطعة the same meaning of particularly particularly معناها بالتحديد هندور في القطعة على كلمة بمعنى particularly particularly have enough money أي يملك مال كافي نفس معنى كلمة afford يتحمل a lot of العديد من بمعنى كلمة several العديد be opposites of will يعني عكس كلمة will اللي هي بمعنى جيد badly يعني بشكل سيء constructed بمعنى بنا عكسها damaged تضرر أو تدمر arrive بمعنى يصل عكسها leaves يغادر هذه الكلمات طبعا كلها موجودة في القطعة vocabulary المصطلحات fill in the space with words from the list energetic نشيط أو حيوي measured يقيس measured قاسة أو يقيس storm عظفة against يعني ضد island جزيرة senior كبير I'd like to go on a picnic to a beautiful island أنا أحب الذهاب إلى رحلة إلى جزيرة جميلة 2. Our team played against Jericho senior team فريقنا لعب ضد فريق ريحة الكبير 3. If you need help you can ask Salwa she is such an energetic person هي شخص حيوي 4. We've measured the room to make the curtains لقد قسنا الغرفة لصنع الستائر 5. Trees, houses and stores were destroyed by a very bad storm الأشجار البيوت المحلات تدمرت بواسطة تعاصفة سيئة للغاية 2. Match ways to their meanings هنوصل الكلمات بالمعاني 1. Track مصار هي بمعنى كلمة root طريق 2. Set off يبدأ معنى كلمة started بدأ 3. Sublie يزود بمعنى كلمة provide يزود 4. Riddle أحجية بمعنى puzzle أيضا أحجية 5. Clue دليل بمعنى hint دليل أو ملاحظة 3. Complete with words in brackets changing in according to the sentence هنكمل بالكلمات الموجودة بالأخواس رح نغيرها حسب part of speech أجزاء الكلام يعني من noun إلى verb وهكذا وحنغيرها حسب الجملة he was feeding his goats when I arrived هو كان يطعم الماعز عندما وصلت was feeding 2. If you want to get fit إذا أردت أن تصبح رشيقا you should you should weigh yourself before and after exercise يجب أن تزن نفسك قبل وبعد التمرين طبعا ضد لها الكلمة فعل يزن 3. Success can be achieved through hard work النجاح يمكن تحقيقه بواسطة العمل الجاد ساكسيد ينجح منها الاسم success النجاح 4. They are making sale on some of their product produce الفعل معناها ينتج product الاسم معناها منتج they are making sale on some of their product هم يقومون بعمل تصفيات لبعض المنتجات 4. Fill in the blanks with the needed phrasal verbs حنكمل الفراغات بالأفعال بين الأقواس put on معناها يرتدي put down يضع أرضا put up يعلق take off يخلع took over معناها يستولي أو يسيطر على 1. To put up a picture on the wall you need a chair لتعلق صورة على الحائط أنت تحتاج إلى كرسي 2. I bent to put down my bag on the ground لقد انحنيت لأضع حقيبتي على الأرض 3. Ali took over the job because his dad became too old to work علي سيطر أو استحوذ على الوظيفة أو على العمل لأن والده أصبح كبيرا جدا لكي يعمل 4. It's better to put on your coat it's freezing outside من الأفضل أن تضع معطفك أو ترتدي معطفك الطقس متجمد في الخارج choose the correct answer حنختار الإجابة الصحيحة the plane فراغ exactly at 9 يعني الطائرة بتصل بالضبط الساعة التاسعة إيش راح نختار lands يهبط the plane lands exactly at 9 إحنا قلنا أنه في مواعيد الطائرات منستخدم لبرازنت المضارع البسيط فبالتالي حنختار الفعل lands they فراغ to a man recently بدان في عندي recently مؤخرا معناها رأى استخدم لبرازنت بيرفكت they have traveled to a man recently لقد سافروا إلى عمان مؤخرا three oh you فراغ go to the doctor you look bail أنت يجب you should go to the doctor you look bail أنت تبدو شاحبا bail معناها شاحبا بنحكي should مش must لأنه اللي بيحكي له هو صديقه فبالتالي must درجتها أكثر في الشدة ولكن هو بينصحه لأنه شايف أنه شكله شاحب فبالتالي بيقول له you should go to the doctor أنت يجب أن تذهب إلى الطبي four my friend will arrive very soon بما أنه أنا ما فيش عندي حاجة في الجملة بتدل على خطة وحاجة ثابتة فبالتالي بستخدم will arrive five my friends have been looking for the clue but haven't found it yet أصدقائي كانوا يبحثون وما زالوا عن الدليل ولكن لم يجدوه بعد two correct the verb between brackets if needed حنصحح الأفعال اللي موجودة بين الأقواس في حال الحاجة one she has been talking to her friend for two hours and doesn't want to stop هي كانت تتحدث إلى صديقتها لمدة ساعتين ولا تريد التوقف two I am sure Sammy will not be late سامي لن يكون متأخرا three you should have a rest أنت يجب أن ترتاح you have been studying for hours لقد كنت تدرس منذ ساعات four our teacher hasn't come to school yet مدرسنا لم يأتي للمدرسة بعد activity three complete with the relevant model shall could can should must may هنكمل بالأفعال الناقصة اللي أمامي حسب المعنى one she can swim هي تستطيع السباحة but she should be careful ولكن يجب أن تكون حذرة two we must obey our parents نحن يجب أن نطيع والدينا three it may snow today it's really cold قد تثلج اليوم الجو حقا بارد four shall I bring you some coffee هل أحضر لك بعض القهوة طبعا الجملة ممكن يكون فيه لها أكتر من جواب يعني مثلا في الجملة الأولى ممكن نحكي بدل she should be careful ممكن نحكي she must be careful طبعا هذا الإشي بعود لمعنى الجملة والسياق اللي هي انذكرت فيه احنا عارفين أنه must أقوى بكتير من كلمة should ولكن غالبا فيه بكون خيار أفضل من الخيار التاني literature الأدب نيجي لحل أسئلة القصة one who is mr fix and why did he follow mr fog and boss bar 2 مين هو mr fix وليش بيلحق mr fog and boss bar 2 mr fix is a london police detective يعني هو محقق في شرطة لندن he was following mr fog and boss bar 2 because fog closely match the description of the rubber لأن fog كان يطابق وبشكل كبير أو صاف السارق يعني اللي سرق البنك two what were the two mistakes that boss bar 2 did in the temple ما هما الخطأان الذي قام بهما boss bar 2 في المعبد he went into a temple with his shoes on يعني دخل للمعبد وهو مرتدي حذائيه and he hit some breasts in the temple ولقد ضرب بعض القساوسة في المعبد complete فراغ is the ship which carried mr fog and the others to india ايش اسم السفينة اللي حملتهم الى الهند اسم السفينة the mangolia the mangolia two فراغ and فراغ made it possible to travel around the world يعني ايش الاشياء اللي سمحت انه الناس يسافروا حول العالم الاجابة fast ships and new railways السفن السريعة والسكك الحديدية الجديدة fast ships and new railways made it possible to travel around the world circle the correct answer one fog is boss bar 2's fog هو ايش علاقته في boss bar 2 boss هو رئيس boss bar 2 fog هو رئيس boss bar 2 boss two mr fix is english mr fix بريطاني هو تابع لبريطانيا مش هو كان يشتغل في الشرطة البريطانية كمحاقق فاذا هو بريطاني english three boss bar 2 was attacked by boss bar 2 هجم بواسطة the priests يعني بواسطة القساوسة five answer if the following are true or false one the journey from suiz canal to india was shorter in two days يعني الرحلة من قناة السويس للهند كانت اقصر بيومين الاجابة صحيحة two boss bar 2 was excited to be in bumbay boss bar 2 كان متحمس لكونه في بومبي الاجابة صحيحة true mr fix followed fog and boss bar 2 to kalkuta mr fix لحق fog و boss bar 2 الى مدينة kalkuta الاجابة خاطئة now they say it's ten days from here to there but i need to get there faster one who is the speaker and to whom من المتكلم ولمن يتحدث في ليصفق بيتحدث مع on the boat to india مع قبطان السفينة المتجهة الى الهند اللي هي the mangolia اللي هو بنسميه the ships engineer يعني مهندس السفينة here means where يعني ايش معنى كلمة here from here يعني قصده قناة السويس سويس canal there قصده الهند india how many days did it take them why it took 8 days اخذت 8 ايام ليش استغرقت الرحلة 8 ايام ولكن هي بتستغرق 10 ايام because fog had promised the ships engineer a lot of money if he could get them to bumbay ahead of schedule لانه فوق وعد مهندس السفينة بالعديد من النقود اذا هو وصلهم لمدينة بومباي قبل الوقت المحدد اخر ايش عندي رح نكتب اياميل طبعا ما يزيدش عن اربع اسطر عن هذه المواضيع براغراف 1 introduce yourself هتقدم نفسك اسمك وعمرك وهواياتك وايش بتسوي في الحياة براغراف 2 write about activities you do in your free time هنختار او هنكتب عن نشاطات بنقوم فيها في حياتنا اخر ايش اسك فور كويك ريبلاي بعدها رح نطلب من الشخص انه يرد علينا بسرعة واخر ايش الخاتمة طبعا ضرورة تعرفوا كتابة الايميل عشان لو اجاكوا سؤال في الامتحان تكتبوا طبعا في نماذج عندي في الوحدات اللي درسناها ايضا رح احاول ان احط نموذج في التعليقات اسفل الفيديو نيجي نحل كمال نموذج match A to E to 1 to 5 to complete the dialogue هنكمل الحوار اللي موجود امامي في العبارات اللي موجودة فوق في السندوق Your uncle has had to change his flight and wants to give you the details عمك غير الرحلة ويريد اعطائك التفاصيل You let me get a bin and I'll take the details دعني احضر قلما وسوف اخذ التفاصيل Uncle okay I'm going to arrive on flight AF 732 at 1535 You I'm sorry could you say that again please أنا آسف هل تستطيع قول ذلك مجددا Uncle yes of course It's AF 732 at 1535 You right I've got that حسنا لقد سجلت ذلك I've got that يعني لقد تلقيت او سجلت ذلك Uncle good could you tell your parents Sorry to give you this trouble هل تستطيع ان تخبر والديك آسف لاني سببت مشكلة You don't worry it's no problem لا تقلق انها ليست بمشكلة Uncle thanks so I'll see you all later شكرا اذا سوف اراكم جميعا لاحقا Two read text then answer the questions below هذه القطعة مأخوذة من قطعة موجودة في الكتاب احنا شرحنا جميع الوحدات في الكتاب فبتمنى ترجعوا للشرح قابل ما تجل القطعة احنا مش رح نقرأ القطعة رح نخش مباشرة في الأسئلة What happened to the weather one night and what happened to the boat ماذا حدث للطق في ليلة واحدة وما الذي حدث للقارب There was a terrible storm كان هناك عاصفة مروعة A huge wave destroyed their boat موجة كبيرة دمرت قاربهم How did they call for help كيف اتصلوا في المساعدة They climbed into the raft and they used the GPS for position Then they called for help يعني تسلقوا إلى القارب واستخدموا جهاز GPS لإيجاد موقعهم ثم اتصلوا بواسطة satellite phone وطلبوا المساعدة Be list facts from the passage One The aim الهدف To be the fastest to row across the Atlantic from Canada to Britain يعني يكونوا الأسرع للتجديف من كندا إلى بريطانيا عبر المحيط الأطلسي Two How long at sea كم المدة في البحر 40 days 40 يوم Distance traveled اش هي المسافة اللي سافروها 3000 كيلومتر 3000 كيلومتر How far from land كم كانوا بعيدين عن اليابسة 450 كيلومتر يعني بعيدين 450 كيلومتر Five Time of wave وقت الموجة At 2.30 am الساعة الثانية وثلاثين دقيقة صباحاً زي ما احنا شايفين كل المعلومات جبناها من القطعة مباشرة C Decide whether each of the following statements are true or false هنقرر هذه الجمل صحيحة أو خاطئة One The team wanted to use the GPS technology to save their lives الفريق أراد استخدام الجي بي اس تقنية الجي بي اس لحماية أرواحهم طبعاً الإجابة صحيحة Two They used the satellite phone to find their position استخدموا جهاز الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية لإيجاد إحداثياتهم طبعاً الجملة خاطئة لأنه جهاز الجي بي اس هو اللي بيجيب الإحداثيات D The underline pronoun the side refers to the side of the boat يعني هما تسلقوا على جانب القارب E Give words from the text that have the opposite meaning هنجيب كلمات إلها المعنى المضاد slowest معناها الأبطأ ودينجر معناها خطر نيجي نشوف من القطعة عندي كلمة the fastest اللي هي عكس كلمة slowest معناها الأسرع وعندي كلمة safety معناها الأمان عكس كلمة danger نيجي لمعاني الكلمات الآتية very bad سيء جداً زي ما احنا شايفين في عندي كلمة terrible storm terrible storm terrible معناها مروع أو very bad سيء للغاية location معناها الموقع نفس معنا كلمة position معناها الموقع زي ما احنا شايفين هنكمل الجمل بالكلمات الموجودة في الصندوق أمامنا position معناها مكان أو موقع so far حتى الآن director معناها مدير أو موجه appointment موعد storm عاصفة we've been looking for Joe's house for ages and so far we've been going around in circles وحتى الآن نحن ندور في دوائر two who's the director of the farm research center من هو المدير لمركز أبحاث المزرعة three we live in an apartment near the town center مش appointment شقة يعني four during the storm the wind did a lot of damage خلال العاصفة الرياح أحدثت الكثير من الضرر five I am محمد and I have an appointment with dr. رانيا بدوي أنا اسمي محمد وأنا لدي موعد مع dr. رانيا بدوي زي ما احنا شايفين هذه هي الكلمات اللي عندي activity four commonly the sentences use other grammatical forms of the weights and brackets يعني هنكمل الجمل ونستخدم أشكال أخرى للكلمات هذه one we check each product before it leaves the factory نحن نفحص كل منتج قبل مغادرة المصنع produce فعل معناها ينتج منها product معناها منتج two little armor is getting big how much does he weigh now how much does he weigh now عمر الصغير أصبح كبيرا كم يزن الآن كلمة weight معناها وزن هي اسم منها الفعل weigh يزن three there is enough to feed the children هنالك الكافي أو هنالك ما يكفي لإطعام الأطفال food اسم بمعنى طعام منها الفعل feed معناها يطعم five complete the sentences you will going to I expect everyone will start to get worried about us soon أنا أتوقع أن الجميع سوف يبدأون بالقلق علينا قريبا نستخدم will لأنه توقع expect to look at the clouds over the mountains انظر إلى الغيوم على الجبال it is going to rain all day سوف تنطر كل اليوم لأنه شاف الغيوم يعني شاف دليل على هذا الإشي فاستخدمنا going to six circle the correct answer my flight arrives at 2 pm طائرتي أو رحلتي تصل في الساعة الثانية استخدمنا present simple لأنه قلنا مع مواعيد الثابتة زي الطائرات والقطارات منستخدم present simple two I am traveling next Sunday استخدمنا present continuous لأنه قلنا أنه في بعض الحالات نستخدم present continuous للدلالة على أحداث سوف تحدث في المستقبل ومخطط إنها تصير في المستقبل يعني أنا مخطط إن رح أسافر الأحد القادم seven change the verbs into past past perfect or present perfect continuous حنستخدم past الماضي أو present perfect أو present perfect continuous I have already seen a nice wardrobe لقد رأيت بالفعل خزانة جميلة I have already seen two we have been talking about it for ages لقد كنا نتكلم عنها لمدة طويلة three oh thank you I have been looking for this for the last ten minutes لقد كنت أبحث عن هذه لمدة عشر دقائق الأخيرة four my family have lived in the house since they arrived in London عائلتي عاشت في المنزل منذ أن وصلت إلى لندن five have mrs. Qadiri and Lana made some new curtains yet have mrs. Qadiri and Lana made some new curtains yet six how long have you had your English teacher how long have you had your English teacher كم المدة التي كان لديك هذا الأستاذ أستاذ اللغة الإنجليزية seven he has been trying since early this morning but he hasn't catched it yet لقد كان يحاول منذ بداية الصباح ولكن لم يستطع التقاطها بعد he hasn't catched it yet لم يستطع التقاطها بعد eight when did he leave متى غادر he left at 9.15 لقد غادر في التاسعة وخمسة عشر دقيقة nine I have just checked our GPS and we have traveled 82 km so far ولقد سافرنا لمسافة 82 km حتى الآن I have just checked our GPS present perfect ten seven I had a red bike when I was eight years old لقد كان لدي دراجة حمراء عندما كنت في الثامنة eleven sat navs have become popular in recent years أجهزة ال sat nav أصبحت مشهورة في السنوات الأخيرة have become twelve last week I did a nice interview with a reporter on Saturday لقد قمت بعمل مقابلة مع مراسل يوم السبت but I heard a bad weather forecast on Saturday ولكن سمعت توقع سيء للطقص في يوم الأحد سامي hasn't been here for years سامي لم يكن هنا منذ سنوات literature الأدب نيجي لأسئلة القصة are the statements true or false حنشوف الجمل صحيحة أو خاطئة fog new servant is French خادم fog الجديد هو فرنسي الإجابة صحيحة someone has stolen fifty five thousand pounds from fog شخص صرق خمسة وخمسين ألف جنيه استرليني من fog الإجابة خاطئة fog believed he could walk around the world in eighty days fog آمن أنه يستطيع المشي حول العالم في ثمانين يوم طبعا الإجابة خاطئة مش walk travel walk معناها يمشي travel معناها يسافر four fog will give his friends twenty thousand pounds if he doesn't return to the reform club by the twenty first of December فوج سوف يعطي أصدقاؤه عشرين ألف جنيه استرليني إذا لم يعد في يوم الواحد والعشرين من ديسمبر طبعا الإجابة صحيحة thirteen complete in sues في قناة السويس fix thought fog was the lender banker rubber فوكس اعتقد أن fog هو سارق البنك لماذا؟ because fog looked similar to the bank rubber لأن fog بدى مشابها لسارق البنك fourteen answer these questions أجب على هذه الأسئلة what are the names of the two main characters ما هو أسماء الشخصيات الرئيسية الاثنتين؟ الشخصية الأولى فيلياس فوج الشخصية الثانية جان باسبارتو two what are باسبارتو early jobs in France إيش هي وظائف job القديمة في فرنسا circus acrobat يعني مهرج في السيرك two firefighter مكافح حرائق three where did fog and باسبارتو go in the evening أين ذهب باسبارتو وفوغ في المساء to the station إلى المحطة four what the job of mr. fix إيش هي وظيفة mr. fix he was a london police detective لقد كان محققا في الشرطة اللندنية five why did mr. fix decided to join the mangolia and travel to bumbay لماذا قرر mr. fix الالتحاق بالمنغوليا سفينة المنغوليا والصفر إلى بومبي because he could arrest fog because india was a British colony لأنه أراد أن يقبض على fog لأن الهند هي عبارة عن مستعمرة بريطانية fifteen who said this and where من قال ذلك وأين you can't come in here like that get those shoes off your feet now أنت لا تستطيع الدخول هنا مثل ذلك اخلع أحذيتك عن قدميك الآن طبعا القائل هما three angry priests يعني الرهبان أو القساوسة تبعون المعبد in the temple وقالوها لما باس بارتو when باس بارتو entered the temple with his shoes on لما دخل باس بارتو المعبد هو لابس حداؤه نجي ناخد كمان سؤال على القصة decide whether each of the following statements is true or false one mr. fog is younger than باس بارتو mr. fog كان أصغر في العمر من باس بارتو طبعا الإجابة خاطئة طبعا الإجابة خاطئة mr. fog كان عمره في بداية الأربعينات ومستر باس بارتو كان عمره 30 سنة تقريبا two mr. fog's servant is mr. fix خادم mr. fog هو mr. fix طبعا الإجابة خاطئة باس بارتو three باس بارتو عمل كبهلوان وكمكافح للنيران وكمكافح للحرائق طبعا الإجابة صحيحة two similar to the bank rubber مشابه لسارق البنك two باس بارتو هت سم بريس in the temple in بومباي انديا في مدينة الهند هو ضرب بعض القساوسة في المعبد في مدينة بومباي في الهند three one of the following isn't of fog's normal activities at the club واحدة من التالية ليست من نشاطات fog الاعتيادية في النادي يعني هو كان يروح على النادي كان يخرج الجريدة وكان يلعب الورق playing cars ولكن لم يكن يشاهد التلفاز watching tv three answer the following read and answer this is my luck day because that man looks just like the bank rubber هذا يوم محظي لأن ذلك الرجل يبدو مثل سارق البنك who said these words where من قائل هذه الكلمات وأين القائل هو mr. fix وقالها في السويز كنال in the sues canal في قناة السويز two what different types of transport did mr. fogg use ايش هي الأنواع المختلفة من المواصلات اللي استخدمها mr. fogg railways and chips السكك الحديدية والسفن وهيك أصدقائي بنكون انتهينا من حل وشرح بعض نماذج الامتحانات النصفية في مادة اللغة الإنجليزية للصف العاشر الفصل الأول بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا فيه بتمنى انكوا تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات إذا انتوا مش مشتركين أيضا تشاركوا الفيديو لجميع أصدقائك وزي ما حكينا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تعم الفائدة على الجميع ويصل لجميع أصدقاء أيضا بذكركم ان كنت تطلعوا على الروابط الشرح وروابط تحميل نماذج الامتحانات من الوصف أسفل الفيديو وأيضا الروابط الأخرى المتعلقة بالمنهاج بشكل عام وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة